وأكد جنرال أمريكي خلال لقائه رئيس إقليم كردستان جيرفان برزاني التزام واشنطن بالتعاون والتنسيق لضمان القضاء النهائي على تنظيم داعش جاء ذلك خلال استقبال برزاني الجنرال كيس فليبس المسؤول العسكري رفيع المستوى مسؤول مكتب التنسيق الأمني الأمريكي في العراق ووفدا عسكريا ودبلوماسيا مرافق له الاجتماع ناقش آخر المستجدات الأمنية والعسكرية في العراق ومواجهة الإرهاب وتحركات وعمليات داعش في العراق وسوريا والأوضاع في سهل نينوى وسنجارة والإصلاحات في وزارة شؤون البشمرقة والتعاون والتنسيق بين البشمرقة والجيش العراقي وقوات التحالف واستهداف قوات التحالف الدولي في أربيل وأكد برزاني خلال اللقاء أن القضاء على داعش مهم لأمن واستقرار العراق والمنطقة مثنيا على تعاون ودعم أمريكا والتحالف الدولي للعراق وإقليم كردستان كما تناول الجريبان التطورات في المنطقة والتحديات والفرص وأوضاع أفغانستان وتداعياتها وفق البيان تأتي هذه التأكيدات بعض اتفاق أمريكي عراقي يقضي بصحب القوات المقاتلة الأمريكية نهاية العام الجاري والإقاءة على قوات ستقدم مهم التدريب والمشورة للقوات العراقية بينها البشمرجة ترجمة نانسي قنقر